السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد على قناتي كنتمنى كلكم تكونوا باخير ولا خير وفي احسن الاحوال اليوم ان شاء الله وفي اطار تحضيرات الرمضانية غنشارك معكم عجينة بيزا كتجي رائعة بمكونات جد بسيطة وحسن من اللي كتبع في المحلات فالواحد يديرها في الدار مكام حسن من الحجر اللي كتكون من يدك كتكون قية كتكون يعافة اشدرتي فيها فنتمنى تبقوا معي مع الفيديو من اللول حتى الاخر باش نشطر المقادير وطريقة ديال التحضير بنسبة المقادير كنحتاج كأس كبير من الماء الدافئ ما يعادل جوج كيسان قياس ديال كاس العنبا نصف كأس زيت يغور طبيعي قليل من الملح معلقة ديال السكار معلقة خميرة الخبز قليل من الزاطار دقيق حسب الخليط ونصف كيس خميرة الحلويات هنا كناخد ايناء اللي غادي نخلط فيه جميع المكونات كيما كتشفو كنديروهم دفعة واحدة كيما شفتو ضفت الماء الزيت الياغورت من بعد غادي نضيف خميرة ديال الخبز سكار الملحة واخر حاجة غادي نحك الزاطر ما بين الدية بالنسبة الزاطر كيبقى اختياري تقدرو تستغنو عليه يعني ما اضيفوش في العجين حتى يعني تكا تعمرو البيتزا ديالكم واضيفوه هذا كيبقى اختياري لكن انا كيعجبني في العجين من بعد كيما كتشوفو غادي نخلط على هاتشكل بطراب يداوي حتى كي ندمجو العناصر على هاتشكل هذا من بعد غادي نبدا نضيف دقيق شوية بشوية وانا كنخلط وكان نضيف دقيق شوية بشوية غادي نضيف نصف كيس خميرة للحلويات من بعد غادي نبدا كذلك كنحرك على هاتشكل غير علامة جمع لنا العجين هنا كيما كتشوفو بعد ما جمعت لينا فضروري اننا نخدموها بليد واللي بغاي عجنها في العجينة كذلك كتقدرو تعجنوها في العجينة من الاحسن اللي بغاي يربح الوقت من بعد كنبدو كنجمعو العجينة على هاتشكل يعني كنضيفو دقيق شوية بشوية وكنجمعوها العجينة ما كتكونش قاسحة بزاف وما كتكونش جارية في نفس الوقت تقريبا بحل العجينة ديال بغيوش كيما كتشوفو انا جمعتها وما زال كتلاصق في ليد غادي ندير شوية ديال دقيق على سطح العمل باش ندلكها مزيان بالنسبة لعجينة ديال بيزا شحل ما دلكتوها شحل ما كتجيزوينة وخفيفة فانا احنا يا مصررتش للفيديو باش تشوفو طريقة كيفاش كندلكها يعني كندير شوية ديال دقيق وكنبدأ كندلكها علي هاتشكل هادا حتى كنحسو بيها ما كتلاصقش في ليد يعني في اللول كتكون كتلاصق في ليد حنا كنضيفو الدقيق وكندلكوها علي هاتشكل حتى ما كتبقاش تلاصق لنا في ليد كيما كتشوفو علي هاتشكل هادا وكنحصلو على عجينة رطبة ومدلوكة صراحة كتجي هدل عجينة ديال بيزا كتجيزوينة بزاف جربوها ما غديش ندمو عليها انتو ما تشوفو كيفاش كتجي بعد ما دلكتها اللي كنديرو الأصبوع ديالنا ما كتبقاش كتلصق بحل الاول صافي كنجمعها علي هاتشكل كنجيب المول اللي اجنت فيه وكنغطيها بلاستيك غذائي ونخليوها تختامر حتى كالضعف الحجم ديالها اذا غنخليوها تختامر ونرجع معاكم اذا هنا رجعت معاكم بعد ما اختامرات العجين كيما كتشوفو علي هاتشكل هادا كنبدأ كنخرج منها الهواء وكيما كتبليكم العجين ره همدلوكة مزيان غير كتشوفو العجينة ديالكم كتدير دوك الفقاعة فتعرفو باللي ان العجينة مدلوكة مزيان بالنسبة لها البيتزا هادي فاش كتدلك رلي كتجيزوينة ماشي غنجمعوها كناخدوه وكنقسموها علي شكل اللي بغينا انا هنا بغت نديرها حجم متوسط يعني نبغتش نديرتوك الصغيرين سوف يكونوا شوية ديالتقيق من بعد كنديرها علي شكل الكوايرات قسمتها علي ثلاثة من بعد غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد خمسة ديالتقيق غير بلا مجمعة سطح العمل باش كتجينا سهلة من كنجيو كنطلقوها بعد ما دست خمسة ديالتقيق ارشد سطح العمل بشوية ديالتقيق وغنديرو فوقها كذلك من بعد غادي نبدأ نطلق العجينة بالنسبة للسوم كيبقى اختياري على حسب كل واحد كيفاش كيبغي البيتزا كاللي كتبغيها رقيقة فترققها وكاللي كيبغيها غليطة تخليوها غليطة كنجيبو اللاطا اللي غادي نديرو فيها العجينة وضروري كنبدو كنناخدو العجينة غيرها كيك ومنجبدوهاش باش ما تجمعش لينا كنبقو نقدوها في اللاطا على هاد شكل هادا اللي درتليه ورق الزبدة وتقدروه غير تدهنوح كناخد شوكل اللي كان نتقب بها العجينة مزيان ضروري البنات تقبوها مزيان باش ما تنفخش ليكو بالنسبة لهاد الاضافة كتبقى فقط اختيارية وانا جاتني هاد الفكرة بغيت نديرو مقدهات بصيل فقلت علش اللام ما نعبرش اليه ونقطع تقدرو تديرو كيما بتلكم الحجم اللي بغيتو فانا بغيت نديرها حجم اللي هو هكام توسط طفي كنحيد ذاك الزوائد اللي كيكونوا في الجناب ومن بعد كنجمعوهم وغادين نخرجو بهم تهوما بيتزات خورين بالنسبة لهاد العجينة خرجت لي خمسة دياللي بيتزات طفي هنا كدلي كنرجع كنبدا كننتقوها مزيان بالفرشات باش ما تنفخش هنا غنكون سخنت الفران سخنته مزيان بالنسبة انا درت الفران الكهربائي درتوه على ميتين او خمسين درجة صافي كنديرو العجينة ونخليوها الطيب كنحيدو لها غير الخضورية يعني ما كنخليوها ش الطيب حتى تقرمل غير كتحيد ديالخضورية صافي وكنخرجوها اذا نكمل الكيمية اللي عندي كاملة ونرجع معكم مع الشكل النهائي ديالعجين هنرجعت معكم مع الشكل النهائي ديالعجينة كيفش كتجي كنحيدو لها غير الخضورية يعني ما كنطيبوهاش عندما تشوفو كيفش كتجي صراحة ملكات حديوها هكا كتجي خاوية من الداخل واخا كتنفخ واحد شوية صراحة كتجي زوينة بزاف نتمنى تجربوها هنا كناخدها دفعة واحدة وغانديرها في بلاستيك غذائي كنجمعها مزيان وغنضيف لها واحد البلاستيك واحد اخر باش ما تجمعش لنا رائحة ديال المجمد صافي وكنحتفظو بها الوقت اللي حتاجينها كنجبدوها صراحة مكما حسن من اللي تكون عندك واجدة غير جبتي وتعمريها رات تعمر ما كياخدش معك وقت اللي هو كتير نتمنى الفيديو دياليوم ينالي اعجب ديالكم نتمنى دائما نكون عند الحسن ضن ديالكم نتمنى البنات اللي طلبوا مني تحضيرات الرمضانية ان شاء الله وقتا شماء صيبتي حاجة طبيعة الحال غنشاركها معكم فما تنسوش دائما الاشتراك في القناة تفعيل الجرس باش وصلكم من جديد وهنا نخليكم ونقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة